موسيقى 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 خمسة عشر عاما مرت على هجمات الحادي عشر من سبتمبر صدمت القوة الكبرى في العالم في عرينها فما عاد العالم بعدها كما كان قبلها حدث كرس حربا دولية بقيادة أمريكية على الإرهاب فضربت في كل مكان في العالم وقتل تحت رايتها ألاف المدنيين في العراق وأفغانستان وغيرهما جيشت لها الجيوش والإمكانيات والموارد المادية والتقنية الهائلة فكانت ردت الهزة تنظيمات متطرفة جديدة في أكثر من منطقة وضربات طالت أكثر من دولة لم تستثني تلك الكبرى أو تلك الصغرى فكان الكل مهددا من الطرفين من يكافح الإرهاب ومن يتهم به موسيقى أربع هجمات انتحارية بدت لوهلة كأنها عرض هوليودي مبهر تدرب أبرز رموز العظمة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لتغير وجه الولايات المتحدة والعالم فواشنطن المصدومة قررت منذ ذلك اليوم الأسود في تاريخها أن تخوض حربا عالمية ضد الإرهاب بعد أن وجهت أصابع الاتهام أولا إلى تنظيم القاعدة وأزعيمها أسامة بلات حرب قالت إن على الجميع خوضها حماية للجميع ولخص الموقف الرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوشل إبن قائلا من لن يكون معنا فهو ضدنا مقصمنا العالم إلى محورين محور شر ومحور خير بدأت واشنطن الثأر لكبريائها وكرمتها بغزو أفغانستان فأسقطت نظام الطالبان وتابعت حربها بغزو العراق من بوابة مكافحة الإرهاب نفسها عام 2003 ترافق غزو العراق مع مخطط أمريكي كان وراءه المحافظون الجدد عرف بالشرق الأوسط الكبير وأدخلته الدوائر الأمريكية في سياق جو سياسي جديد ولم تكن إدارة بوش حتى في وارد استشارة حكومات هذه المنطقة الواسعة أو شعوبها عن خياراتها وصل بارك أوباما إلى سدة الحكم عام 2008 ووعد بإصلاح ما اعتبره تهوراً وسوء تقدير لعواقب الأمور من استراتيجية سلفه بوش فاعتمدت استراتيجيته التصحيحية هذه على التغيير عن بعد بأقل الخسائر المادية والبشرية وبأسرع وقت ممكن بيد أن كلتين الاستراتيجيتين بمختلف أدواتهما حسب مراقبين تأصبان في بوطقة واحدة المصلحة الأمريكية العليا تقتضي تلك المصلحة إلى الآن استمرار الحرب المعلنة ضد الإرهاب فتتسع العمليات العسكرية الأمريكية في باكستان وأفغانستان والصومال واليمن والسوريا والعراق وليبيا وغيرها ويصبح العدو الأكبر داعش ابن العدو الأول القاعدة ربما خمس عشرة سنة مرت على الثلاثاء الأسود كما يسميه الأمريكيون والإرهاب يتوغل ويتغول ولا نهاية بادية أو حتى عدوا واضحا لحرب الولايات المتحدة المفتوحة ضد الإرهاب هجمات يلول سبتمبر كان لها أثر كبير في كل ما جرى بعدها ويجري الآن لدى يوسف تذكير بأهم لحظات تلك الهجمات 15 سنة البعض يقول كأنها كانت بالأمس تذكر أنت أين كنت أبناء اللحظة أنا كنت متفرج على التلفزيون في البيت ومشي مسدق ساعة كانت أربع العصر تقريبا على كل سنسترجع الآن لحظة بلحظة ما الذي حدث في الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2011 أربع هجمات بدت لوهلة وكأنها عرض هلودي مبهر تغير وجه الولايات المتحدة والعالم بعدها إلى الأبد في الساعة في هذه الساعة في الثامنة وستة واربعين دقيقة الساعة في نيويورك تشير إلى الثامنة وستة واربعين دقيقة طائرة مدنية تصدم البرج الشمالي لمركز التجارة العالمية رمز العظم الاقتصادية الأمريكي في ذلك الوقت لا يحدث فهم ما الذي يحصل بعد وكانت الكل مندهش من ما يحصل ولا يحاول فهمه عند التاسعة وثلاث دقائق البرج الجنوبي للمركز ذاته كان على موعد مع ضربة مماثلة بطائرة أخرى بينما كانت النيران تلتهم برجي المركز الاقتصادي العالمي وتحديدا في التاسعة وسبعين وثلاثين دقيقة طائرة أخرى تسقط فوق الرمز العسكري الأهم البنتاجون وعند التاسعة وتسع وخمسين دقيقة صباحا انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي بشكل عنيف أربع دقائق بعدها طائرة أخرى تتحطم في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا عند تلك اللحظة كانت قد مر تحديدا ساعتان واثنتان واربعون دقيقة على أول ضربة بين الاعتداء الأول وانهيار البرج الثاني مئة دقيقة ودقيقتان تماما أي نحو ساعة ونصف الساعة فقط كانت كافية لتغيير ملامح العالم وهنا تذكير سريع بما حصل خلال تلك الضقائق التي هزت فعلا للعالم وبدأت عصر جديد كما نتذكر كل التحليلات في وقته كانوا يقال العالم قبل 11 سبتمبر لن يكون كما هو بعد 11 سبتمبر السؤال المهم يوسف هو هل ما وصفها بالحرب الكونية ضد الإرهاب منذ ذلك الحين وحتى الآن أتت ثمارها هل العالم أصبح أكثر أمنا أم أن أوضاع العالم أكثر سوءا أصبحت اليوم كما يقول البعض هذا سؤال كبير سؤال كبير سنحاول أن نسأل ضيفنا من واشنطن معنا من هناك مدير مركز التحليل العسكري والسياسي في معهد هادسون ريتشارد ويتس سيد ويتس مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن 15 عاما على هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت يشنون ما يسمى بالحرب الكونية ضد الإرهاب هل اليوم وضع العالم أفضل بعد مرور هذا الوقت واندلاع هذه الحرب أم أن العالم يغرق في فوضى كما يقول البعض نتيجة هذه الحملة العسكرية طبعا هذا سؤال صعب لنوازن بين كل هذه الأمور فأنت تسألني هي فرضيات أنت تسألني لو مثلا أن الولايات المتحدة ردت بطريقة مختلفة على 11 سبتمبر وتلك الهجمات أو ربما قبل ذلك كيف كان ليكون العالم إذن دعني الآن أعيد صياغة هذا القول الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط طبعا قد زادت في موازنة دفاعها وزادت في جهودها ضد الإرهاب أعتقد بأننا قللنا من قيمة هذا التهديد من قبل بعد نهاية الحرب الباردة ولكن طبعا هذا التهديد قد كبر كثيرا وأصبح طبعا وتغير مما رأيناه في الحادي عشر من سبتمبر إذن من الصعب أن نقول ما إذا كان العالم قد انتفع من هذه الحرب أم لا طبعا من الواضح بأن هذا كله يرتبط بنهاية الحرب الباردة وتنافس بين الولايات المتحدة وروسيا وما سمح لمشاكل أخرى أن تظهر على السطح وربما أيضا بسبب التكنولوجيا والأفراد والمجموعات يمكن الآن أن تضر كثيرا مما كان من قبل عقود الحرب على أفغانستان سيد وعيس قد تكون مسألة مفهومة وأقرب إلى المنطقة لاعتبار أن تنظيم القاعدة المسؤول عن هذه الهجمات كان يتخذ من أفغانستان مركزا له كانت القيادة موجودة في ذلك البلد السؤال هو عن العراق احتلال العراق البعض يقول والذي تبين بعد فترة الآن على أنه كان قائما على أسباب واهية على أكاذيب بصراحة تبين أن معظمها غير موجود هل برأيك حرب العراق كان بالإمكان تفاديها بالشكل الذي جرت فيه؟ العراق أو احتلال العراق وغزو العراق كان واضحا بأن الحكومة الأمريكية غزت العراق طبعا بناء على معلومات خاطئة الحكومة الأمريكية فظنت بأن صدام حسين كان لديه أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل وكان ينظر إليه كأنه تهديد خطير لذلك قرروا أن يتخلصوا منه بغزو البلد ولكن طبعا هذا قد خلق فجوة كبيرة وجعل العراق غير مستقر وسمح لنمو داعش هناك وانتشرت طبعا العدوى وانتقلت إلى سوريا لو أن الولايات المتحدة لم تخزوا العراق وبقي صدام هناك فربما كان من الممكن أن نرى الثورة ضد صدام كما رأيناها في سوريا لأنه ديكتاتور مثل الأسد أو ربما صدام كان ربما سيحتوي تهديدات الإرهابية ويحافظ على دولته العلمانية كما فعل في السابق إذن نحن لا نعلم ولكن الفارق هنا أو الاختلاف هو أن الولايات المتحدة حينما غزت أفغانستان أفغانستان كان ينظر إليها كأنها التهديد بسبب احتمال الإرهابيين الذين هناك بأن يقوموا طبعا بشن هجمات ولكن ما نعلم هو بأن الهجمات الإرهابية يمكن أن تأتي من عدة أماكن من سوريا من العراق من اليمن وأيضا من ليبيا وأفغانستان إذن من الواضح ولكن السؤال أننا غزونا أو لم نغزو لا نستطيع الإجابة عن هذا وما إذا كان صدام ليواجه الإرهاب مثلا في سوريا كما فعل الأسد أو أفضل منه هل يشعر برأيك الأمريكي العادي اليوم أنه أكثر أمنا بهذه السياسة المتبعة منذ 11 من سبتمبر هل الأمريكي في أي مدينة أو ولاية أمريكية يشعر بأن الدولة تقوم بما يجب أن تقوم به لحمايته وحماية البلاد هل هذا هو برأيك الأشعور السائد بين الأمريكيين العاديين من الواضح بأن الولايات المتحدة قد دفعت بطريقة جيدة وأنها مدافع عنها بطريقة جيدة هناك مراقبة في مثلا الحدود ولم تكن هناك أي هجمات إرهابية كبيرة منذ 11 من سبتمبر مثل تلك الهجمة ولكن من الواضح بأن الأمريكيين وكثير منهم لا يعتبرون أنفسهم آمنين وحتى دونالد ترامب جعل هذا موضوعا كبيرا في حملته بأننا تحت تهديد من اللاجئين والمهاجرين والإرهابيين وبأنه الوحيد الذي يستطيع حماية الأمريكيين من هذه المخاطر إذن أعتقد بأن الدفاعات الأمريكية أفضل ولكن هناك مجموعات كبيرة ودول أخرى أيضا ودول تريد أن تضر الولايات المتحدة وهناك نقطة أيضا مختلفة هو أن مثلا علاقة الولايات المتحدة مع روسيا والصين هي أسوأ الآن مما كانت عليه قبل 15 عاما إذن نريد أن يكون هناك تعاون أكثر مع تلك الدول أو تتينك الدولتين حتى نقضي على الإرهاب الانتخابات الأمريكية سيد وايتس بعد شهرين من الآن إلى أي مدى برأيك هذه القضية ستكون ضمن القضايا التي تعتبر أولوية بالنسبة للناخب الأمريكي لا أعتقد أن هذه القضية ستصبح الأولوية الهجرة الاقتصاد الأسئلة بشأن شخصية المنتخب أو الرئيس المنتخب هي ربما أهم ولكن لو حدث هجوم إرهابي كبير مثل ما حدث في نيس أو إسطنبول أو شيء مماثل لذلك في الولايات المتحدة إذن أعتقد أن هذه القضية يمكن أن تكون قضية كبرى وربما سيساعد هذا ترامب لأنه طبعا سينحون منحا متشددا والناخبون سيصوتون له مبدئيا ولكن مرة أخرى أقول بأن هذا شيء لا يمكن مراقبته وهي ورقة غير معروفة شكرا لك السيد ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هادسون كان معنا مباشرة من واشنطن وبالطبع كما هي العادة يوسف تقام مراسم سنوية للتذكير بهذه الهجمات في كل يوم 11 سبتمبر في الساعات المحددة كما أشرت قبل قليل تقام هذه المراسم ويقف الأمريكيون صمتا بهذه المناسبة نعم مهند سنستعرض هذه المراسم نستثني ما حدث للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون اليوم سعبتها وعكة صحية على ما يبدو خلال المراسم نعم ثم عادت وقالت بأنها الآن بخير لكن في كل عام في ترتبات باتت سنوية تبدأ بتوقيت أول هجمة تعرضت لها نيويورك يحضر هذه المراسم المرشحان للرئاسة الأمريكية الديمقراطية هذا العام طبعا هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب الذي حصل أو يحصل دائما في البداية تتلى أسماء قتلى وضحايا الاعتداءات التي نفذها 19 متطرفا بطائرات مدنية وتبنها تنظيم القاعدة في موقع برجي مركز التجار العالمي الذين انهارا في الاعتداءات وبالقرب من برج الحرية الجديد يقف الأمريكيون دقيقة صمت ست مرات للتذكير بوقع اعتداءات أي استضامة طائرتين بالبرجين التوأمين انهيارهما الواحد تل والآخر سقوط طائرتين أخرين في البنتاجون ومقر وزارة الدفاع الأمريكية وفي شاكسفيل في بنسلفانيا ست مرات إذن دقيقة صمت تقرأ أجرس ما كان العبادة في نيويورك عند الساعة الثامنة وستة واربعين دقيقة صباحا وستة واربعين دقيقة وقت استضامة طائرة الأولى هذا التوقيت هو وقت استضامة طائرة الأولى التابعة لشركة الطيران أمريكين إيرلاينز في الرحلة الحادي عشرة بتوقيت يعني عند البرجين من جهته يقف الرئيس باراك أوباما دقيقة الصمت في ذات الوقت في البيت الأبيض في مراسم مغلقة وبعد ذلك يتوجه إلى البنتاجون المشاركة في مراسم تأبين بمرافقة وزير الدفاع أشتون كارتر سقط حوالي ثلاث آلاف قتيل أو ضحية في هذه الاعتداءات بينما ما زالت نحو خمسة وسبعين ألف شخص يعانون من اضطرابات صحية مهند بالمناسبة يوسف هناك تقرير قراءته اليوم يشير إلى أنه حوالي ألف شخص قتلوا بعد هذه الهجمات نتيجة الغبار ونتيجة التلوث الذي حصل في تلك المنطقة وسلطات نيويورك يعني أعربت عن أسف اليوم بأنه لم تحذر الناس بما فيه الكفاية من خطورة التواجد في هذه المنطقة حتى بعد مضي كل هذا الوقت طبعا هناك يعني الألاف من الناس الذين هرعوا إلى مكان الحادث في ذلك الوقت ولم يكونوا يعني يتوقعوا أن غيمة الغبار هذه ممكن أن تمتد لهذه المسافة الكبيرة وأينما حاولوا الخروج أو الفرار كانت هذه الغيمة تلاحقهم واستمر تأثيرها كما ذكرت أنت لأيام يعني لفترة طويلة هنا نتحدث أيضا يعني كما ذكرت قبل قليل عن 75 ألف شخص بعانوا من الطرابات صحية ونفسية وجسدية مرتبطة بالهجمات هذه وأعتقد أنه الأثر النفسي كمان يعني كان مهم في نيويورك في تلك الأيام أنا أذكر مهند أنه كثير من الناس تخافوا أن ينزلوا من بيوتهم لأيام لأنهم يعني ما كان حدا يعرف هل انتهت الهجمات هل ستستمر ما الذي يحدث ما كان فيه تصريحات وما كان حد فهم يعني حتى القاعدة يعني عندما أعلنت أعلنت متأخرة عن تبنيها لما حدث وبالتالي كان في حالة من الفوضى الكبيرة في ذلك الوقت أنا توجهت إلى الولايات المتحدة يوسف فور وقوع هذه لجمات لتغطية التداعيات هذا الحادث الكبير وكان هناك بالفعل مشاعر من الخوف بشكل مستمر عند الأمريكين تذكر ربما عندما كان هناك مخاوف من انتشار الأنثراكس وإرساله في طروض إلى الكابتول إلى الكونغرس وإلى غيره من المنشآت كان هناك حالة من الهلع حقيقة مرة يسيطر على المجتمع الأمريكي لفترة طويلة يعني أعتقد أنها خفت هذه الحالة لكن انتقلت إلى دول أخرى بسبب الحرب الأمريكية على الإرهاب شكرا جزيلا لك يوسف شكرا جزيلا لك